في هذا المكان البارد الكئيب كما وصفه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث أمضى وفد المشاورات حتى الآن ستة أيام من النقاشات غير المباشرة حول قضايا تتصل ببناء الثقة والنتائج حتى الآن إعلامية فقط أكثر النقاشات تعقيداً دارت حول الحديدة وتعز مطر صنعاء الدولي قبل أن يعلن مكتب المبعوث الأمم عن مشروع اتفاقين للتهديئة ووقف التصعيد في كل من الحديدة وتعز تتجه الأمم المتحدة على ما يبدو إلى تكريس سلطة ثالثة في البلاد عبر اتفاق التهديئة الذي اقترحته بشأن الحديدة وذلك عبر منح مراقبيها سلطة الإشراف على مدينة الحديدة وموانئها مع التسليم بسلطة أمنية لقوات الأمن وخفر السواحل التي كانت تدير المحافظة قبل عام 2014 مشروع اتفاق التهديئة بشأن تعز لامس الواقع البائس المنسي لكونه دعا إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في هذه المحافظة مع فتح المعابر الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز خلال شهر من سريان الاتفاق وفتح مطار المدينة أمام العملية الإنسانية لكنه لم ينص على انسحاب الميليشيا من محيط المدينة وفد الحكومة قدم ردا مكتوبا على المقترحات الأممية أكد فيه ورورة الإفراج الأول عن الأربعة الذين شملهم القرار الدولي 2016 والإسراع في إطلاق بقية الأسرة وتمسك الوفد الحكومي في هذا الرد بإشراف السلطة الشرعية أمنيا على محافظة الحديدة وميناء رأس عيسى والصليف وضرور الضبط الإيرادات سواء من الموانئ في محافظة الحديدة أو بقية الإيرادات المالية في المحافظة وتوريدها إلى فرع البنك المركزي بالحديدة وعبر الوفد في رده المكتوب عن عدم ممانعة الحكومة الشرعية من دور الرقابية للأمم المتحدة على الموانئ يستمر فترة من الزمن وفقا لاتفاق بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة وشدد على أن التهديئة القتالية ستتم بعد دخول هذه الأمور حيز التنفيذ أما ما يخص تعز فقد أكد الوفد الحكومي ضرورة انسحاب ميليشيا الحوثي من معبر الحوبان وتسليم خرائط الألغام والعمل مع الفريق الحكومي على مراقبة دولية على نزع الألغام التي زرعتها وسحب جميع قناصاتها من الممرات ليتمكن المواطنون من المرور بسلام تكاد مشاورات استوكهولم أن تنقضي لكن أهم ما قدمته حتى الآن هي أنها وضعت إطار مهم للنقاش حول قضايا بناء الثقة التي ستحدد ما إذا كان السلام سيفرض عبر الحوار أم بواسطة الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر